رابعة العدوية ولدت عام مئة هجري وتوفيت عام مئة وثمانون هجري أو رابعة القيسية أم عمرو امرأة من أتباع التابعين اشتهرت بالعبادة والزهد والورع كانت آية للمبصر وغاية لم تقصر سبقت فحول رجال وبسقت عند حلول الآجال وأغرمت بحب السهر وملكت نفسها ملك من قهر فأصبحت لها شكيمتها وأصبحت مثل الصباح شيامها ودامت في دويتها هائمة وفوق لويتها حائمة إلى أن دعيت فأجابت وجالت لمهمها وجابت في تمتي إرادتها وتمتي بلا خير سعدتها وباتي الأرض لنقدست مدفينة وحققت أن رأي سواها كان يفنى كانت من أعيان عصرها وأخبارها في الصلاح مشهورة وذكر أبو القاسم لقشيري في الرسالة أنها كانت تقول في مناجاتها إلهي أتحرق بالنار قلبا يحبك فهتف بها مرة هاتف ما كنا نفعل هذا فلا تظني بناظا السوء وقال سفيان الثوري عندها يوما وحزناه فقالت لا تكذب بل قل وقلت حزناه لو كنت محزونا لم يتهي لك أن تتنفسه وكانت تقول ما ظهر من أعمالي فلا أعده شيئا ومن وصاياها اكتموا حسناتكم كما تكتموا سيئاتكم وأثنى على رابعة جماعة من أئمة السلف منهم سفيان الثوري وابن الجزي الذي ألف في سيرتها جزءا خاصا وقد اتهمت بالحلول وأنفر ذلك الإمام الذهبي أصلها ونشأتها هي رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية مولاة العتيك وتكن علامة اقتباس أم الخير علامة اقتباس كما ذكر ابن خنكان صاحب كتاب وفيات الأعيان ولدت في مدينة البصرة ويرجح مولدها حوالي عام من أب عابد فقير وهي ابنته الرابعة وهذا يفسر سبب تسميتها رابعة فهي البنت علامة اقتباس الرابعة علامة اقتباس وهي من عشيرة القيسيون ومنهم رياح القيس وحيان القيس وهم من نسبها إليهم الجاحظة والذين كان لهم دورا هاما في حياة رابعة وبالرغم من كثرة التراجم التي نقلت عن رابعة إلا أن هناك خلط بينها وبين سميات لها مثل علامة اقتباس رابعة بنت اسماعيل علامة اقتباس زوجة أحمد بن أبي الحوار لذلك كان كل من الشعروي وابن الجزي يميزوها باسم رابعة العدوية البصرية عن الأخرى لشأمية قد توفي والدها وهي طفلة دون العاشرة ولم تلبث الأم أن لحقت به لتجد رابعة وأخواتها أنفسهن بلا عائل يعينهن علي الفقر والجوع والهزال فذاقت رابعة مرارة ليتم الكامل دون أن يترك والدها من أسباب العيش له الناس وقاربي نقل للناس بدراهم معدودة في أحد أنهار البصرة كما ذكر ألمار خال صوفي فريد لدينا عطرفي تذكرة الأولياء كانت رابعة تخرج لتعمل مكان أبيها ثم تعود بعد عناء تهون عن نفسها بالغناء وبذلك أطلق الشقاء عليها وحرمت من الحنان والعطف الأبوي وعلى وفاة والديها غادرت رابعة مع خواتها البيت بعد أن دب البصرة جفاف وقحت وباء الصلاة إلى حدى المجاعة ثم فرق للزمن بينه وبين أخواتهها بذلك أصبحت رابعة حفيدة مشردة أدا المجاعة إلى انتشار اللصوص وقطاع الطرق فخطفت رابعة من قبل أحد اللصوص وبعها بستة دراهم لأحد التجار القسات من آل عتيق البصرية وأذاقها التاجر سوء العذاب ولم تتفق أراء الباحثين على تحديد هوية رابعة فالبعض يرون أن آل عتيق هما بني عدوة وذات اسم العدوية شخصية رابعة العدوية وصفها عبدالله بن عيسى فقال دخلت على رابعة العدوية بيتها فرأيت على وجهها النور وكانت كثيرة البكاء فقرأ رجل عندها آية من القرآن فيها ذكر النار فصحت ثم سقطت وعبيس بن مرحوم العطار قال علامة اقتباس حدثتني عبدة بنت أبي شوال وكانت من خير إماء الله وكانت تخدم رابعة قالت كانت رابعة تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر هجعت في مصالها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر فكانت اسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة يا نفس كم تنامين وإيا كم تقومين يشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور قالت فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت فلما حضرتها الوفاة دعتني قالت يا عبدة لا تذني بموتي أحدا وكفانيني في جبتي هذه جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون نقطة قالت فكفناها في تلك الجبة وخمار الصوف كانت تلبسه نقطة علامة اقتباس رابعة في السينما والكتابات المعصرة اختلف الكثيرون في تصوير حياة وشخصية العابدة رابعة العدوية فقد صورتها السينما في فيلم سينمائي مصري والذي قامت ببطولته الممثلة نبيلة عبيد والممثل فريد شوقي في الجزء الأول من حياتها كفتاة اللهية تمرت في حياة الغواية والخمر والشهوات قبل أنا تتجه إلى طاعتنا الله وعبدتها في حينق وللبعض أنا هذا صورت غير صحيحة ومشوهة لرابعة في بداية حياتها فقد نشأت في بيئة إسلامية صالحة وحفظت القرآن الكريم وتدبرت آياته وقرأت الحديث وتدارسته وحافظت على الصلاة أما عن الكتاب فنجد الفلسوف عبد الرحمن بدوي في كتابه شهيدة العشفال لهاي يتحدث عن أسبل يختلفها معالي الصورة التي صورتها للسينما لرابعة بدلة كثيرة منها الوراثة والبيئة بالإضافة إلى الاستعداد الشخصي وكان جيران أبيها يطلقون عليه علامة اقتباس العابد علامة اقتباس وما كان من الممكن وهذه تنشئة رابعة أن يفلت زمامها كما أنها رفضت الزواج بشدة هذا وقد كتب عن رابعة في موسوعة المعارف الإسلامية أن رابعة تختلف عن متقدمي الصوفية الذين كانوا مجرد جهاد ونساكن ذلك أنها كانت صوفية بحق يدفعها حب قوي اندفاق كما كانت في طريعة الصوفية الذين قالوا بالحب الخالص الحب الذي لا تقيدها رغبة سحب الله عده وهذا الكلام على طرف نقيد من رأي أهل السنة والجماعة الذين يرون أنه لم يكن التصوف معروفا في ذلك الوقت وقد أفرد دل إبراهيم عوضي كتاب يبين فيه النظرة الاستشراقية وما فيها من أضليل وأباطيل وردا على سؤال عن رابعة العدوية كان جواب الشيخ يوسف القرضوي علامة اقتباس هذا وقد كتب كثير من المعاصرين كتبا ومقالات مختلفة عن رابعة وأطلق عليها بعضهم شهيدة العشق الإلهي وهو تعبير ينثر منه الحس الإسلامي فلعلاقة بين الله وعبدها ليعبر عنها في لغة القرآن ولسنا تبيال حب لا بالعشق وللقرآن آل كريم يحبهم ويحبونه المائدة أربعة وخمسين الذين آمنوا أشد حبا لله البقرة مائة وخمسة وستون وأشعار رابعة كلها تتحدث عن حب الله فلا ينبغي أن نتجاوز ذلك رعاية للأدب مع الله جل جلاله نقطة علامة اقتباس شعر رابعة العدوية تمتعت رابعة بموهبة الشعر وتأججت تلك الموهبة بعاطفة قوية ملكت حياتها فخرجت الكلمات منسابة من شفتيها تعبر عن ما يختلج بها من وجد وحب لله وتقدم ذلك الشعر كرسالة لمن حولها ليحب ذلك المحبوب العظيم من أشعارها في إحدى قصائدها التي تصف عب الخالق تقول من أقوالها نحب الله لا يسكن أنينه وحنينه حتى يسكن مع محبوبه اكتموا حسناتكم كما اكتمون سيئاتكم إني لأرى الدنيا بتربيعها في قلوبكم إنكم نظرتم إلى قرب الأشياء في قلوبكم فتكلمتم فيه سئلت رابعة أدحبين الله تعالى قالت علامة اقتباس نعم أحبه حقا علامة اقتباس وهل تكرهين الشيطان فقالت علامة اقتباس إن حبي لله قد منعني من الاشتغال بكراهية الشيطان علامة اقتباس رسالة رابعة لكل إنسان كانت النعب من أحبنا أولا وهو الله وفاتها وضريحها تاريخ وفاة رابعة يذكر ابن الجوزي في علامة اقتباس شذور العقود علامة اقتباس أن وفاتها كانت في سنة 135 وهذا ما أشار إليه ابن خل كان دون أن يؤكده وممن ذكر هذا التاريخ ابن تغري بردي في علامة اقتباس النجوم الزاهرة علامة اقتباس والملطبى الزبيدي في علامة اقتباس الإتحاف السادة المتقين علامة اقتباس وثمت رواية ثانية تقول إن تاريخ وفاتها سنة 180 وصاحبها الذهبي ومن الذين تابعوه على هذا التاريخ المناوي في علامة اقتباس الكواكب الدرية علامة اقتباس فقال علامة اقتباس ماتت رضي الله عنها سنة 80 و100 وقيل غير ذلك علامة اقتباس وثم رواية ثالثة تقول إنه توفي تسنة 185 ذكر ذلك ابن خل كان علمان بأن الروايتين الاخيرتين متقاربتان وبالتالي لا خلاف جهريا بينهما والباحثون المحدثون وعلى رأسهم لويس ماسينيون في كتابه علامة اقتباس بحث في أصول المصطلح الفني لتصوف الإسلامي علامة اقتباس وعبد الرحمن بديوي ومر ريت سميث إيميلون إلى للروايتين الأخيرتين ما استدلين بالبراهين لتاليت أولاً صداقتها المشهورة لرياح بن عمرو القيسي المتوفى نحو سنة 180 أو 185 ثانياً التقاؤها بسفيان الثوري الذي أتى البصرة بعد سنة 155 فلو كانت رابعة توفيت سنة 135 لما صح اجتماعها به ثالثاً حكاية خطبة والي البصرة محمد بن سليمان الهاشمي لها وهو كان والياً على البصرة سنة 145 وتوفي سنة 170 رابعاً صلتها الوثيقة بعبد الوحيد بن زيد المتوفى سنة 177 ولا شك في أن هذه الحجج تعد حاسمة لاستبعاد سنة 135 لكنها لا تسمح لنا بالاختيار بين سنتين 180 و 185 وعليه فإن رابعة توفيت إما سنة 180 أو 185 أما قبرها فقيل إنه بظاهر القدس على رأس جبل يسمى الطور أو طور زيتا وهذا كان رأي ابن خلكان وابن شاكر الكدبي في كتابه علامة اقتباس عيون التواريخ علامة اقتباس والمقدسي في كتابه علامة اقتباس مثير الغرام علامة اقتباس والسيوطي في كتابه علامة اقتباس اتحافل أخص في فضأ إلى المسجد الأقصى علامة اقتباس وجيرا لدينا لحن بليف كتابه علامة اقتباس الأنس الجليل علامة اقتباس غير أن ثمت رأياً آخر مرجح أنه الأصح وهو رأي يقوت الحموي الذي يقرر في كتابه علامة اقتباس معجم البلدان علامة اقتباس أن قبر رابعة العدوية إنما هو بالبصرة وأما القبر الذي في القدس فهو لرابعة زوجة أحمد بن أبي الحواري علامة اقتباس وقدي أشتي بها على لنس علامة اقتباس وما يأكد ذلك أنه لما يثبت أن رابعة قد رحلت إلى للشام لكي تموت هناك تدفن في بيت المقدس أما سبب الاشتباه فمرده إلى الخلط الذي حصل بين رابعة العدوية البصرية ورابعة الشامية زوجة أحمد بن أبي الحواري المتوفى سنة 235 هذا الخلط الذي لم يسلم منه بعض من أهم من كتب في هذا الموضوع كأبي الفرج بنالجوزي مسجد رابعة العدوية أنشئ في القاهرة عام 1963 في عهد جمال عبد النصر مسجد على اسم رابعة العدوية بمدينة نصر وأطلق على الميدان المقابل للمسجد اسم ميدان رابعة العدوية وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات